وسهلا بحضراتكم مرة تانية كل سنة وانتوا طيبين كل ما هنرجع هنفكركم ان انتوا بتبدأوا معنا النهاردة السنة السابعة لبرنامج الماتش طيب ومبروك خلصت خلصت الازمة اللي ملهاش الازمة على ما يبدو او اللي وما كانش مفهوم اصلا ليه طلعت بالشكل ده من جانب اتحاد الكرة فيما يخص التعاقد مع روجيريو ميكالي الموديل الفني لمنتخبنا الولمبي عن رحلة جديدة ومهمة جديدة خلصت خلاص رسميا واعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر خبر ارسلة الى الاعلاميين منذ قليل انه تم الاتفاق على ان يتم التعاقد مع ميكالي لمدة اربع سنوات مقبلة ليتولى تدريب منتخب 2005 اللي مقبل على المشاركة ان شاء الله في اولمبياد ليس انجلس 2028 على امل تحقيق حلم وطموحات المصريين بان يتوج المنتخب بميداليا ليتم تأهيله من الان لاربع سنوات على اعلى مستوى بحسب ما جاء في بيان اتحاد الكرة المصري سألنا وكيل مستر روجيريو ميكالي عن القصة وبالكلام هنا على كايو زيلر فكانت اجابته انه دان ديل حسم الاتفاق ميكالي يبقى في مصر حتى اولمبياد 2028 اما ميكالي نفسه فبينما يقضي اجازته مع اسرته نشر منذ قليل عبر انستجرام هذه الرسالة الرسالة عبارة عن ايه عبارة عن عالم مصر وقلب وقيد بتمضي خلاص معلنا بقاءه مع الكرة المصرية لاربع سنوات مقبلة كان فيه تراشق نسبيا حصل في الايام اللي فاتت ما بين وكيل ميكالي وما بين اتحاد الكرة من خلال تصريحات خرجت من هنا وتصريحات خرجت من هنا رغم انه تصريح الاساسي كان قاله معنا الكابتن عامر حسين انه الاتفاق تم وانه فقط بننتظر موافقة الوزير الدكتور اشرف صبحي باعتبار انه ده عقد الاتحاد كورة اربع سنين بينما الاتحاد نفسه كمجلس ادارة مدته بتنتهي خلال الاشهر القليلة المقبلة طبعا ده كمان بعد ايام من الميكالي كان جاي له عروض اتحاد الكرة بيقول يعني وانه اتفق او تفاوضة مع اندية منها مثلا الزمالك قبل ما الزمالك يستقر على بقاء جزيجو ميز ودي كانت ملهاش اي لازمة ان يقحم اتحاد الكرة الزمالك فيها بشكل او باخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر